اشتركوا في القناة مقاليد الحكمة واستحضر المجلس بإجلال واعتزاز وتقدير في هذه الذكرى العزيزة ما حققته مملكة البحرين من منجزات حضارية ونجاحات وطنية بفضل الله تعالى ثم بحكمة قيادته الرشيدة وعزيمة ووفاء شعبها الأبي وأعرب المجلس في جلسته الاعتيادية التي انعقدت صباح اليوم برئاسة معالي الشيخ عدرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس عن تمنياته لمملكة البحرين بدوام التقدم والرفعة والاستقرار ولشعبها الوفي بدوام المحبة والوحدة والوئام وبمناسبة يوم الشهيد استذكر المجلس بتقدير وإكبار الدور المخلص والتضحيات الجليلة التي قدمها شهداء البحرين في سبيل أمن البلاد واستقرارها وازدهارها وسلامة أبنائها كما هنأ بيوم شرطة البحرينية مشيدا بالجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها منتسب وزارة الداخلية إلى جانب إخوانهم في القطاعات الأمنية والعسكرية الأخرى في سبيل حفظ الأمن والاستقرار لهذا الوطن العزيز ثم أعرب المجلس عن دعواته الصادقة لأصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء دول الخليج العربية بالتوفيق والنجاح في اجتماعهم بالدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه المملكة العربية الشقيقة اليوم بعد ذلك رحب المجلس بنعقاد الاجتماع الدوري القادم لمجلس حكماء المسلمين على أرض مملكة البحرين وإقراره عقد النسخة القادمة من مبادرة حوار الشرق والغرب في المنامة كما استمع المجلس إلى عرض موجز من معالي الرئيس عن نتائج لقائه الأخير مع فضيلة شيخ الأزهر الشريف وما تضمنه اللقاء من موضوعات تتعلق بالقضايا الإسلامية المختلفة معربان المجلس عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمعه بالأزهر الشريف افضل اشتركوا في القناة